بسم الله الرحمن الرحيم والنجم والشجر يسددان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لذنان فيها فاكهة والنخل ذات لكمان والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كنف خال وخلق الجن من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا من في السماوات ونرض كل يوم وفي شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يَا مَعْشَ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ 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 إِسْتَطَعْتُمُوا أَنْ تَنْفُذُوا مِنَ قُطْرِ السَّمَاوَاتِ وَنَوْقِ فَنْفُذُوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاضٌ مِّنْ نَارٍ وَلُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوة فكانت وربة كالدهاد فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عرضا به إنسوا ولدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان